سلام عليكم كيفكم شباب معكم محمد ورجنا لكم مفديا جديد وفيديو اليوم عن الريد مي نوت 8 يلي هو خليفة الريد مي نوت 7 كل يجبنا نعرف الريد مي نوت 7 الموبايل يلي كسر السوق بمواصفاته الممتازة واداءه الممتاز وسعره الخيالي واليوم بدنا نحكي عن الخليفة وهو الريد مي نوت 8 رح نبدأ بالتصميم رح يجي الهاتف مصنوع بالكامل من الزجاج ومن الخلف رح يجي عنا ثلاث كاميرات بشكل طولي من الجهة اليسار ومعهم الفلاش ورح يكون محمي باصدار غوريلا غلاس الاصدار الخامس من الخلف ومن الامام اما من الامام رح يجي الهاتف بحواف كتير كتير قليلة وبدون اي نوتش لانه الكاميرا رح تجي بكاميرا امامية منبثقة او بثقوب بالشاشة بس النسبة الاكبر رح تكون منبثقة من انت الا الشاشة رح تجي الشاشة من نوع امولد بمقاس 6.4 انش بدقة فل اتش دي بلس بكثافة 409 بكسل لكل انش ومستشعر البصمة رح يجي هون مدمج بالشاشة من انت الا الكاميرات رح يجي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية ناس ما قلنا باول الفيديو رح تكون الكاميرا الاولى بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة رأسة 1.8 اما الكاميرا الثانية رح تكون بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة رأسة 2.2 وهي لزاوية الواسعة اما الكاميرا الثالثة رح تكون بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة رأسة 2.4 وهي خاصة بالعزل اما الكاميرا الامامية رح تكون بدقة 20 ميجابيكسل بفتحة رأسة 2.0 يعني كاميرا جيدة جدا من انت الا الاداء رح يجي هاتف الريد مينوت 8 بمعالج سناب دراجون 710 مبني على معمارية 10 نانو متر ورح ييجي برام 4 جيجابايت او 6 جيجابايت مع ساعة تخزينية اما 64 جيجابايت او 128 جيجابايت من انتقل البطارية رح يجي الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي امبير مع سرعة شحن 18 واط والمفاجأ انه متوقع سعر الهاتف رح يكون 250 دولار هذا فيديو اليوم بتمنى انه يكون عجبكم بتمنى انه مشترك بالقناة انه يشترك ويفعل زر الجرس لا يصل وتنبيه في كل فدياتنا الجديدة واكيد ما ينسى انه يضغط على زر اللايك ويشارك الفيديو مع اصدقائه بشوفكم بالفيديو القادم والسلام